وأيضا نعرف يعني لا بد أن نفهم قاعدة ولو أيضا لا بد أن نفهم مقاصد الشريعة يعني قصد الشارع من شرعية التيامم والتخفيف وعلى هذا ما قصد الشارع التخفيف فيه فلا يشدد لا يشدد فيه فنفهم قاعدتين القاعدة الأولى أن التيمم قصد منه التخفيف والتيسير على المكلف رفع الحرج والقاعدة الثانية أن التيمم ليس فيه طهارة حسية وإنما طهارته طهارة معنوية وعلى هذا كما ذكر بعض العلماء الشعور الشعور الظاهرة هذه لا يجب على المسلم إذا تيمم من يمسحها وإنما يضرب الصعيد ويمسح يمر يديه على وجهه وعلى كفينه